أولا النصوص عندما تحال على البرلمان بعدها تشاور واسع هذا شيء مهم جدا لأن اليوم المقاربة التشاركية يعني هي المقاربة التي تعملها بالحكومة في التعاطي مع كافة النصوص ذات الأهمية والحساسية واللي عندها علاقة بشأن عام واسع في البلاد وبالتالي مرحلة التشاور هي تنتج الجودة نضرب مثالا التذكير فقط يعلم جاي بأنه لما أوقع التشاور بشأن مدونة تشغيل لدسف 2004 الجميع يذكر بأنه البرلمان تقريبا لمسهاش صدق عليها أنها كانت محط تشاور واسع وتوافقات فتم اعتماده تقريبا بدون أن يمس بها إطلاقا اليوم المقاربة التشاركية يجري بهالعمل يعني جريبة إصلاح منظمة العدلة نموذجا وبالتالي ستحال على البرلمان نصوص ومشاريع شبه جاهزة لأنها كانت محط تشاور عومي سابق بما فيه تشاور البرلمان نفسه وحضور البرلمانيين القانون تنظيمة الماليين نموذجا إذن هل قد يذلت الجودة والسرعة المقاربة التشاركية تجعل العلاقة بين الجودة وبين السرعة علاقة طبيعية وعلاقة مرنة